السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعاً وأهلاً بكم كما تعلمون أيها الأفاضل أني ردت على هذا السبئ المقنع في عشرات الحلقات وكشفت كذبه وفضحت دينه في كل حلقاتي وأثبت للجميع أنه شيعي سبئي يتدين بدين عبد الله بن سبئ في صب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم وغير ذلك من عقائد ابن سبئ فماذا فعل هذا السبئ؟ هل استطاع أن يرد على حلقاتي؟ نعم حاول سابقاً وفشل ثم حاول مرة أخرى وفشل لكنه اليوم أعلن أنه عاجز تماماً أن يرد على مكافح الشبهات وجه البلاستيك أعلن اليوم عن فشله وعجزه وخوفه من قناة مكافح الشبهات فاختار السبئي أن يأخذ الطريق السهل الذي يفعله كل الجبناء هذا السبئي اختار الإبلاغ عن قناتي وحلقاتي بدلاً من الرد على حلقاتي اختار أن يبلغ عنها النهاردة جماعة قاعد في أمان الله زي أي موطن صالح وجيت أفتح القناة فوجدت هذه الرسالة لقد طلب منا مالك حقوق الطبع والنشر إزالة الفيديو الخاص بك لاعتقاده أنه يتضمن مواد تنتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة به فطبعاً الرسالة ما كانتش موضحها مين اللي عمل البلاغ فضغطت على زر مراجعة التفاصيل فاكتشفت أن ذا الفرار السبئي هو الذي بلغ عن حلقاتي الأخيرة التي فضحته فيها حينما ادعى أن علي رضي الله عنه يعلم الغيب طبعاً الحلقة محذوفة وسبب الحذف أن هذا الفيديو لم يعد متوفراً بسبب مطالبة ذو الفرار السبئي بحقوق الطبع والنشر وهذه كمان الرسالة التي أرسلها موقع يوتيوب إلى بريد الخاص بالقناة هو في الحقيقة هذا المقطع لم ينتهك حقوق الطبع والنشر بل هذا المقطع كان ينتهك هذا السبئي شخصياً هذا المقطع انتهك العجز والجبن والرعب الذي يعيشه وجه البلاستيك هذا المقطع انتهك دين الشيعة السبئية الذين يزعمون أن الأئمة يعلمون الغيب فأتيتهم برواية صريحة عن مهد الشيعة بأن الأئمة لا يعلمون الغيب فماذا فعل وجه البلاستيك أبلغ عن الحلقة وحذفها يا أيها المقنع الجبان يا وجه البلاستيك المرعوب المجبوب يا فضيحة الشيعة وعارهم وأحد أسباب ذلهم في هذا الزمان يا مسخة العقلاء وأهزوئة الشرفاء لماذا بلغت عن الحلقة وحذفتها؟ لهذه الدرجة وصل بك الخوف والهلع لهذه الدرجة وصل بك الرعب والفزع هل علمت الآن من من الجبان؟ هل عرفت أنك مجرد قزم صغير ليس لك مكان في سوق الرجال؟ عرفت يا ابني أنك خارج مجال التغطية؟ عرفت أنك خارج نطاق الخدمة؟ هل أنا في يوم الأيام بلغت عن حلقتك؟ الجواب لا بل كنت أرد على ما تقول بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة فهل جوابك عن أدلتي هو الإبلاغ والحذف؟ يا جبان يا منافق طالما أنك ضعيف هزيل فلماذا تريد أن تتصدر الموقف؟ لماذا تتشبع بما لم تعطى؟ طالما أنك جبان مرعوب فلماذا أعطيت نفسك حجما أكبر من حجمك؟ لماذا تريد أن تصعد جبلاً وأنت عويل كثير ذليل حقير؟ أنت تعرف كويس جداً أنك لست أهلاً للكلام في العقائد والأديان فلماذا أقحمت نفسك فيما لا تستطيع؟ ولماذا أقدمت على ما لا تحسنه؟ بس بصراحة اللي خلاني أضحك أني تحديته في هذه الحلقة المحذوفة بهذا الكلام ما دست تقولوني الآن في هذه الأدلة الواضحة والصريحة والصحيحة؟ نحن قلنا بالفعل وقد رددت عليك وأتحديك ثم أتحديك ثم أتحديك أن ترد على هذه الحلقة أتحديك ولن تستطيع أن ترد وجه البلاستيك إذن وجه البلاستيك هو الذي طلب مننا الرد على هذه الحلقة فلما رددت عليه وأفهمته قام بالإبلاغ عن الحلقة وحذفها وأنا حينما تحديتك أن ترد على هذه الحلقة قلت لك أنك لن تستطيع أن ترد وفعلا السبأي لم يستطع أن يرد فكيف عرف أبو عمر أن هذا السبأي لن يستطيع الرد؟ هل أبو عمر الباحث يعلم الغيب؟ نعم والدليل من أفعال الشيعة السبائية وليس من عند أهل السنة طبعاً هذه مزحة طبعاً يا إخوة إبلاغه عن الحلقة هذا إعلان واضح وصريح عن فشله وخوفه ورعبه وعجزه وهذا نفس ما فعله أخوه النصراني رشيد حمامي مع قناة مكافح الشبهات رشيد حمامي فشل في الرد علي فقام أيضاً بالإبلاغ عن الحلقات وأيضاً هذا نفس ما فعله أخوه النصراني القمس لوقة ماهر إيه رأيك وجه البلاستيك؟ هل عرفت أن ضرباتي بفضل الله ضربات موجعة؟ هل رأيت سواريخ مكافح الشبهات وهي تدك حصونك دكة؟ هل رأيت راجمات الباحث وهي ترجم دينك وتصيب عقيدتك في مقتل؟ هل عرفت الآن أنك عاجز وذليل ومخذول؟ طيب هل تذكر ما قلته لك من كلام شيخ الإسلام حينما قال عن الرافضة إنهم أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة وصدق شيخ الإسلام رحمه الله أيها المقنع الجبان أنت عارف أن أنا فعلاً أصبتك في مقتل وفضحتك بين الشيعة شوف يا ابني أنا عندي مبدأ إذا ضربت فأوجع وضرباتي بفضل الله موجعة لشيعة بن سبع وجميع من رددت عليهم سواء من النصارى أو الملاحدة أو منكر السنة يعلمون هذا لكن هل تعرف لماذا أنا ثابت على موقفي ولم أتحرك ولم أتزحزح عنه؟ أولاً لأنني على الحق المبين نعم نحن نؤمن بالإسلام الصافي النقي الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الإسلام العظيم أوضع الله فيه أسباب القوة والحجة والبرهان وهذا يختلف عن دين الشيعة السبعية فأنتم على دين عبد الله بن سبع ودين الخميني وليس على دين الإسلام ثانياً أنا أحترم نفسي وأحترم من يشاهدني فأقدم لهم مادة علمية محترمة سواء من كتب الإسلام أو من كتب المخالفين بل أنا حتى أحترم أولادي بحيث إذا شاهدوا هذه الحلقات يقولون نعم هذا هو الحق بدليله فنحن نستدل ثم نعتقد نحن ننظر في صحة الدليل ثم نفهمه على وجهه الصحيح أما أنتم فتعتقدون أولاً ثم تستدلون أنتم اعتقدتم بعاقيدة بنسبة ثم تحاولون البحث عن أدلة لها فنحن على الحق المبين وأنتم على الباطل المهين ولذلك لا أحد منكم يستطيع أن يرد على أهل السنة لا أنت ولا من هو أكبر منك وأنا الآن أسألك هل استطعتم الرد على الدكتور سيد مازين؟ لجابة لا هل استطعتم الرد على الشيخ خلد الوصابي؟ برضو لجابة لا طب هل استطعتم الرد على الشيخ رامي عيسى؟ برضو لجابة لا طب هل استطعتم الرد على الشيخ وليد اسماعيل؟ برضو لجابة لا طب هل استطعتم الرد على الأخ الفاضل أشرف غريب؟ وغيرهم كثير من الأفاضل الذين فضحوا دين الشيعة السبئية وعروه أمام الناس لم تستطيعوا أن تردوا عليهم ردوداً علمية والآن أيها السبئة ما هو عذرك وما هي حجتك أمام الشيعة في هذا الهروب المخزي المهين هل ستقول أبو عمر الباحث بطر حلقاتي ومع أنها حجة واهية طيب أليس من باب أولى أن تعرض مواضع البتري وتقول للناس أبو عمر بطر كرامي وغير معناه في كذا وكذا بالعكس هذه كانت فرصة عظيمة لتفضحني أمام الناس فلماذا لم تفعل ذلك؟ طبعاً أنت عارف السبب كويس السبب أن الجبان وخايف ومرعوب أنت عارف كويس جداً أنك لا تستطيع أن ترد علي أنت عارف كويس جداً أن ما أقوله لك هو الحق بدليله بدليله وتعرف جيداً أن ما تقوله هو الباطل ولذلك أنت فضلت الهروب بهذا الشكل المخزي المهين أيها السبئي والجبان أليس الآن عقلاء الشيعة سيجبنونك بهذه الفضيحة؟ عرفت أمين فينا اللي دفن التاني؟ ثم هل كنت تظن أنك ستبلغ عن الحلقة وتحذفها بصمت كما يقول أخوك النصراني رشيد حمامي؟ هل انفضح الزيف وانكشف الوهم الذي تبيعه لعوام الشيعة؟ هل تأثر سوقك من حلقاتي؟ هل كسدت بضاعتك بسبب قذائفي؟ هل بارت سلعتك بسبب أدلتي؟ هل كنت تظن أنني سأتركك تحذف الحلقة ويمر الموضوع مرور الكرام؟ طيب يبني طالما أنك عاجز أن ترد على كلامي وعلى أدلتي وحلقاتي ألم تفهم أن السبب ليس فقط عجزك أنت بل لأن دينك أصلاً عاجز وباطل؟ ألم تفهم من ذلك أنك على باطل؟ نعم أنت على باطل وأنت تعلم أنك على باطل طيب لماذا تكابر؟ لماذا تعاند؟ لماذا تجادل بالباطل؟ هل كل هذا لأجل المال؟ وهل سينفعك هذا المال في الآخرة؟ ماذا ستقول لله يوم القيامة حينما يسألك عن إصرارك على الباطل؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد؟ كتب عليه أنه من توله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ وهؤلاء يا ابني الذين يعطونك هذه الشبهات لن ينفعوك أمام الله أقسم بالله هذا الدين السبع الباطل سيؤدي بك إلى المار والهلاك والجحيم فإن كنت ما زلت تعتقد أنك على الحق فلديك خيارات إما أن تخرج وترد على حلقات التي قسمت ظهرك وفضحت دينك السبعي وإما أن تعتذل للناس عن أكاذيبك السابقة وإلا فاعلم أني خلفك حتى آخر أنفاس حياتي وهذا الكلام لا أقوله لك وحدك هذا الكلام أقوله لجميع المخالفين ثم رسالتي للشيعة هل علمتم الآن أن هذا السبعي مجرد قزم صغير ضئيل لا يستطيع الصمود أمام أهل السنة؟ هل علمتم أن بضاعته كاسدة ولا تروج إلا على الأغبياء والحمق والمغفلين؟ هل علمتم أنه ضعيف هو ودينه السبعي الذي يدعو إليه؟ على فكرة أنا والله عارف حجم المعاناة النفسية التي يجدها هذا السبعي كلما طلب منه الشيعة أن يرد على حلقاتي هو تورط معي والله أقسم بالله هو تورط معي وأنا قلته الكلام هذا في بث مباشر مع الأخ رامي عيسى طب يا ابني على إيه الفضايح دي؟ على إيه؟ ما أنا مش هسيبك والله أنا إذا أمسكت أحدا لا أتركه إلا إذا برد وطول ما أنت شغال في نشر الباطل فأنا وإخواني لك بالمرصادي إن شاء الله أنت تدخل تلعب ألعاب على الإنترنت وفيديو جيم وحاجات زي كده كويس المدودة لمستقبل وهي لم عليك متابعين وهتعمل مشاهدات هذا أفضل من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل من الدعوة لدين عبد الله بن سبق أنت عارف يعني يا ابن واحد يتحداك أنك ترد على الفيديو بتاعه فتروح تبلغ عن الفيديو وتحذفه ما هذه الفضيحة؟ أي الله ما هذه الفضيحة؟ ياسر الخبيث صدق وهو كذوب هذه الفضيحة ليس بعدها فضيحة كيف ستبرر هذه الفضيحة أمام الشيعة؟ ماذا ستقول لهم؟ وأنتم يا شيعة كيف تسمحون لأنفسكم أن تشاهدوا هذا الجبان الرعديد وتأتمنونه على دينكم أل هذه الدرجة وصلت بكم الرقة في الدين أن تتعلموه وتأخذوه من هذا الجبان الهارب الذي يبلغ عن الحلقات؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أعوام الشيعر الحق ويردهم إلى الصدق لا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا الدعاء لإخواننا في غزة بالثبات والنصر والتمكين ولا تنسوا نشر الحلقة على فيسبوك وتويتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر